أم عبد الرحمن توفي والدها في حدثة الله يرحمه وأخذوا تعويض برافة قضية على عمل الحدثة ديها تأخذوا منه تعويض فيبتسل الحلال ولا حرام؟ ده من حل الحلال وإن شاء الله ربنا يباريكم فيهم وإن شاء الله ده كله ما يعوضكمش إن شاء الله عن الوالد وإن شاء الله يعني أنا ما بقولش كده لكن بقول حاجة تانية ما يعوضكمش عن أن أنتوا لكم الثواب العظيم من الصبر على فراق وكده فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لكم ده وده ما مشا ينقص من أجوركم في الصبر عليه ولا أن أنتوا ما هي بتسأل بقى ما هو شوية الثقافات اللي إحنا لو خدتوا بيقولوا العربية باز مشا يعرف ويجي ويعمل أي حاجة والعربية كده خلاص فهو يفتكر إن الضمان تعويض طبعا التعويض لازم ما نقفش شيئا فعليه إصلاحه لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال يبقى كل الكلام ده بيقول لنا إن التعويض ليس حراما ولازم الثقافة دي تمشي في حياتنا مش بالطريقة السخيفة اللي ما فيهاش تنازل وما فيهاش مسامحة لكن بطريقة إنه لو واحد واحد وصل له العوض ما هتبروهش حرام ولا نقصا من الثواب إن شاء الله نعم